بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنني أعز عائلة الأستاذ الطيب مصطفى وأعز عائلته الأكبر في منبر السلام العادل وأعز الإعلاميين وأعز الشعب السوداني الكريم في وفاة هذا الرجل المبارك والأستاذ المجاهد بقلمه وفكره فقد كان رحمه الله فصيحة القلم مبين الكلم يعبره بكتاباته عن التيار الإسلامي العريض متجاوزا الخلافات بين مكونات هذا التيار ساعيا لجمع الكلم وحريصا على أن يكون الناس دعاة إلى الحق يقولون ما يعتقدون ويجهرون بما يعتقدون أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يرفع مقامه في عليين وأن يجعله من أصحاب اليمين وأن يعوض الأمة في فقده خيرا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والسلام عليكم ورحمة الله